خلينا نروح للدور المصري والبداية من ماتش الأهلي والبنك الأهلي اللي النهاردة إن شاء الله هيواجه نادي الأهلي البنك الأهلي اللي بيعاني في دور الهبوط شايف المباراة دي هتبقى عاملة زي هو البنك الأهلي مركزه في الترتيب الـ 11 فحد يقولك بعيد ما بين الـ 16-17-18 لا هو بس خد نفس شوية إنه غز المحل خسر من الزمالك في المباراة اللي فاتت ومن ثم هو حس إنه اللي عنده 32 نقطة اللي كان ممكن لو فاز على الزمالك يبقى 35 نقطة فيجيب نفس نقاطه لكن لا إحنا عندنا قبل مباراة الأهلي أو الأهلي والبنك الأهلي النهاردة في مباراة قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للمتابعين للكورة مصرية أسوان والإسماعيلي والإثنين ممكن يوقعوا بعض والإثنين لو تعادلوا يخدموا على البنك الأهلي لو على الأغلب إنه ممكن يتعثر النهاردة ليه؟ لأن كولر عدوا تسعة مباريات متبقية في الدور خمسة المؤجلين والأربعة بجولة النهاردة هو يفوز في أربعة من التسعة جاب الدوري وهو بيلعب على كده ولذلك النهاردة هينزل بالشناوي كأساسي محمد عبد المنعم كأساسي علي معلول ومحمد هاني وفي نص ملعب بديانج وممكن كوندوسي يبدأ بين النهاردة لأنه عارف كواس قوي أنه البنك الأهلي هيبدأ بشكل مفوش حرص بزيادة بقدر ما إنه هيلعب هيتجرق يعني هيخدها في جدية مرسل كولر ويبتدي بكهرباء وبرسيتاء وأحسن الشحات ليه لأنه عايز يخلص من بدري ليه لأنه عايز الخمس جولات المتبقية بالنسبة له بالمؤجلات يلعب بالاحتياط يريح الأساسيين يفكر في مين يمشي ويدي فرص للموجودين اللي ماخدوش فرص كتير على مدار الموسم فهو عايز يخلص مباراة مستهلة مباراة بالنسبة وبعدين نيكوديموس وبابا فزاليو هذا الكبروسي اليوناني لمدير الفني للمتخب أو للفريق البنك الأهلي لا دماغه عالية فمباراة بيرة جدا النهاردة ممكن نستمتع بيها زي ما قلنا بجدية النادي الأهلي في أنه عايز يخلص النهاردة والثلاث مباراة اللي بعدها علشان يريح في خمسة متبقية ليه مع ختم الدوري أنه يجرب الكل ويحسم بدماغه مرسيل كولر هذا السويسري صفقاته كمان استمرارية في نتاج إيجابية هو غول دلوقتي يماشي بسم الله ما شاء الله على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى الدوري تقريبا حاسم الموضوع الكلينيكيا بشكل فيه تقل مخسرش غير مين ريال مدريد الهلال وسان داونس دا طبيعي دا بتلعب في فرق أخرى لكن ميزة النادي الأهلي أنه الكوتش مع الإدارة كل واحد فيهم صنايعي في مكانه ققع الطيارة ما بتفضلش ثابتة في الهواء في مطبات هم بيتعاملوا معها صح في فرق تانية لما بيحصلها مطب بتقع بتاخد لها وقت يقولك ما مشكلة وهنا دور الطيار الشاطر المدير الفني الشاطر هو اللي بيعرف يتعامل مع هذه المطبات زي ما أنت سبتها بالزبط لكن أي فخ من الفخاخ اللي بتيجي في سكتك بتتعامل معها صح خسرت بالخمسة من سان داونس ايه المشكلة؟ ما السيتي بيخسر بالخمسة وليفربول بيخسر بالسبعة وده مقاسون فيلا الموسم قابل الماضي ولا موسم كورونا تاريب فإيه المشكلة؟ انت بتصلح فبتوصل فبتجيبه كلها بيش مكسب على طول المستحيل يعني بالزبط ولذك بقى العقلية في إنك إدارة قوية مدير فني تقيل لعيبة أصلا عندها العقلية القوية اللي تقدر أو الصلابة الزهنية بالأحرى زي ما من قلها في عالم التنس مناسبة نحن ندخلين على وينبلدون دلالي فكرة إنه الصلابة الزهنية إزاي يتعامل مع المواقف وبشكل سريع ما أعش ودي اللي خلت نادل أهلي موجود في كاسعالم الأندية اللي خلت نادل أهلي الأكتر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا واللي مقرب من الدوري كمان وبيكمل سلسلة إيجابية مع مرسيل كولر ومناسبة مرسيل كولر كمان مهتمة برقطة الصلابة الزهنية دي بشكل كبير جدا ملايين قبلهم دكتور نفسي موجود زمان جود دكتور ساكولج